بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. هنتكلم على رموز اه مباشرة سواء بالزواج. اه رموز مباشرة بتحقيق امنية. رموز كمان بتدل على رزق على زرية. هنحاول نجمع اكبر قدر من الرموز المباشرة والمهمة في المنام. اه اول رمز معنا يمكن رمز ما تكلمناش عنه قبل كده في المنام ورمز شوية في ناس شوية هتستغرب او ناس متعرفش معناه هو رؤية الزرافة. رؤية الزرافة لما تشوف الفتاة العسباء ان هي ماشى بجانب الزرافة من الرموز اللي اه بتدل على تحقيق هدف او تحقيق الطموح. اه كمان اه لما تشوف المرأة المتزوجة برضو الزرافة فاتي بشارة لها بخير وببركة اه هتحصل عليها هي وكمان اسرتها. كمان لما يشوف اللي رأي انه بياكل لحم الزرافة. اه فاتي بشارة ليه بالنجاح كمان اه بشارة بحصوله على رزق. الرمز التاني هو الرمز ده ناس كتير قوي بتشوفه برضو هو رمز الزواج. رؤية الزواج في المنام اتكلمنا عنه كتير لكن نهاردة هنقول يعني مختصر عنه. اه لما تشوف المرأة الحامل ان هي بتتزوج فبشارة ليها بانيابها لبنت. والله اعلى واعلى. كمان لما تشوف المرأة متزوجة ان هي بتتزوج زوجها للمرة التانية وهي فرحانة من الرمز اللي بتطلع على حب وعلى مواد ده وعلى تفاهم بينها وبين اه زوجها. اه كمان المرأة الفتاة العزباء اه لما تشوف ان هي بتتزوج حد من اقاربها. اه برضو دي من الرمز اللي بتطلع على خير قادم ليها وكمان بشارة ليها بال آآ زواج وبالزواج آآ من شاب على خلق وعلى آآ دين. الرمز الثالث معنا هو رؤية توزيع الصدقات. آآ توزيع الصدقات في المنام اما يشوف الرأي ان هو بيطلع صدقة او بيدي لحد آآ صدقة آآ فده بشارة بخير وبرزق واسع هيحصل عليه الرأي كمان بشارة بالتقرب لله سبحانه وتعالى. آآ بشارة باعمال آآ صلحة آآ كمان بشارة بتوبة وبهداية لو كان هو آآ بيرتجب آآ زنوب. الرمز الرابع معنا هو رؤية الزرع بشكل عام. رؤية الزرع او رؤية الاماكن الخضرة آآ برضو من الرموز المبشرة برزق وبخير آآ قادم للرأي. الفتاة العز باعمال ما تشوفين هي بتزقي الزرع. فبرضو آآ من الرموز المبشرة ليها بالزواج وبالزواج آآ من شابة على خلق. وكمان بشارة بنيها تعيش معايا في سعادة وفي فرحة. الرمز الخامس معنا او الرؤية الخامسة لما يشوف الرأي الدبح. رؤية الدبح في المنام اما يشوف انه بيتبح حيوان فمن الرموز دول على ساعة آآ في رزقه كمان على آآ آآ زوال الهموم. الفتاة العز باعمال ما تشوف ان هي آآ بيتزبح قدامها حيوان آآ فبشارة لها بخير وكمان بشارة لها بالزواج. كمان ما نشوف ما نشوف المرأة المتزوجة ان هي بتزبح طير آآ في آآ في البيت بتاعها بتزبح آآ طير فبشارة بخير وبرزق واسع ليها وآآ لأسرتها. آآ كمان ممكن تدل على ان هي هيكون لها ابن من ابنائها لي شأن كبير. المرأة المطلقة اما تشوف ان هي بتقوم بسبح حيوان او بسبح آآ طير آآ فدي من الرموز اللي بتدل على زواجها آآ من شخص آآ يمكن غير زوجها او لو كانت الظروف تسمح آآ بالرجوع فآآ بشارة لها بالرجوع آآ مرة تانية لزوجها. الرمز السادس او الرمز اللي بعد كده هو رؤية الدرة. رؤية الدرة في في المنام لما يشوف الرؤي ارض كبيرة مزروعة بالدرة آآ فمن الرموز اللي بتدل على خير وعلى رزق واسع هيحصل عليه الرؤي. لما يشوف ان هو بيحصد الدرة حصاد الدرة في في المنام تدحقيق هدف وتحقيق آآ امنية وتحقيق طموح كان الرأي بيسعى لها. الرمز السابع او الرمز اللي بعد كده هو رؤية الخطوبة. رؤية الخطوبة لما تشوف الفتاة نهية بيتم خطوبتها آآ في المنام وان الخطوبة تمت بدون اي مشكلة او ان هي كانت آآ مش معترضة او مش رفضة آآ كل دي من الرموز اللي بتدل اما على بالفعل حصولها على آآ آآ بالفعل هيتم خطوبتها او حصلها على وظيفة آآ جديدة. لما تشوف ان هي لبسة دبلة الخطوبة في في المنام فدي تغييرات هتحصل في حياتها التغييرات دي هتكون آآ الافضل. كمان هتحصل على آآ آآ وظيفة جديدة كمان بشارة لها بالنجاح آآ كمان بشارة لها بتحقيق آآ آآ حلم او بتحقيق آآ آآ طموح. لو شافت ان هي بتحضر حفل خطوبة يعني مش خطوبتها دايب بتحضر آآ حفلة آآ آآ حفلة خطوبة فدي بشارة بفرحة وبسعادة آآ آآ وكمان بمناسبات آآ آآ سعيدة. الرمز اللي بعد كده او الرمز التاسع او اللي بعد كده هو رؤية الخبز. رؤية الخبز في المنام برضو تكلمنا عنه كتير آآ آآ ولكن في نهاردة هنتكلم عن توزيع الخبز. اما يشوف الرأي انه هو بيوزع خبز على الفقراء. اولا بيدل على آآ محاولة للرأي انه هو يتقرب من الله سبحانه وتعالى. آآ آآ كمان آآ المرأة الحامل لما شوف ان هي بيتأكل آآ خبز في المنام. آآ بشارة لها بان هي تنجب آآ مولود زكر. والله اعلى واعلى. تناول الخبز بشكل عام من الرمز برضو اللي بتدل على رزب. وعلى آآ تحسين في المعيشة. بشرط ان يكون الخبز ما فيهوش اي تغيير في الشكل او في الطعم. ما يكونش اسود ما يكونش آآ ناشف. آآ فكل دي من الرموز اللي بتكون شوية مش مستحب. كمان لما يشوف الرأي ان هو بيقدم آآ خبز لديوف. فده بيطر على آآ كرم. ولو كان عارف الديوف دول فدي مودة. وآآ محبة بينهم وبين الشخص ده. آآ كمان آآ اكل الخبز برضو من الرموز المبشرة آآ بحصول الرأي على عمل او على رزق جديد او على تحسين معيشته وزواله ومومه بشكل عام. الرمز اللي بعد كده هو رؤية الخيل. برضو تكلمنا عن الخيل او الحصان تكلمنا عنه كتير. آآ النهاردة هنتكلم عن شراء الخيل. لما يشوف الرأي آآ رمز شراء الخير الخيل في في المنام. فده من الرموز اللي بيطل على تحقيق آآ حلم او تحقيق آآ تموه. ركوب الخيل آآ لو كانت فتاعة سباق وشافت ان هي راجبة الخيل فده خير ليها وكمان آآ بشارة ليها بالزواج آآ من شخص آآ على خلق من شخص اصيل. آآ كمان آآ الرجل لما يشوف انه راكب الخيل وقادر ان هو يسيطر عليه فده منصب او ما كان هو يحصل عليها. آآ ده كده باختصار عام عشر رموز ممكن نشوفهم آآ في المنام. آآ اتكلمنا عن رموز بتضل على تحقيق امنية على زواك على منصب على رزق. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سسار او سؤال اكتبو لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.